بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلنا بكم أعزائي إلى المحاضرة الثامنة من سلسلة محاضرات النهايات وإيجاد قيم الثوابت فيها المخصصة إلى طلبة السادس العلمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي شفنا 12 ملاحظة مختلفة بدأت بالنقطة الحرجة وانتهت بالملاحظة رقم 12 بميل المماس إذا علم الزاوية مع الاتجاه الموجب لمحور السينات فإن الميل يساوي تان هذه الزاوية اليوم وصلنا بكم إلى مجموعة من الأسئلة الشاملة اللي تشمل وحدة أو أكثر من هذه الملاحظات وسنخصص جزء من هذا الجزء أو جزء من هذه المحاضرة عفواً للأسئلة الوزارية وسنبدأ بسؤال 2019 تمهيدي سؤال 2019 يقول لي أفوف أكس تساوي أكس تكعيب زائد أي أكس تربيع زائد بي أكس زائد سي كم مجهول عندي واحد اثنين ثلاثة ما طول عندي ثلاث مجاهيل بالسؤال إذن لازم يطيني معلومات توصلني إلى ثلاث معادلات زيان دي يقول لي يمتلك هذا المنحني يمتلك نقطة حرجة عندما أكس تساوي أربعة إذن هادش رح أستفيد منها يمتلك نقطة حرجة عندما أكس تساوي أربعة إذن رح أجي أقول أفتحة للأربعة تساوي صفر ويمتلك نقطة انقلاب واحد اثنين وعشرين إذن نقطة الانقلاب أستفيد منها مرتين مرة تحقق معادلة المنحني ومرة ثانية مساوات المشتقة الثانية بالصفر لو ترجع تذكروا إياي المحاضرات السابقة بأن هذه أخذناها نقطة الانقلاب أستفيد منها مرتين والنقطة الحرجة أستفيد منها مرة وحدة إذن هذه الملاحظة كانت رقم اثنيا وهذه الملاحظة رقم أربعة إذن شاحتاجي هنا للتنفيذ أحتاج معادلة أصلية وأحتاج مشتقة أولى وأحتاج مشتقة ثانية إذن أعيد كتابة المعادلة الأصلية وهي أفوف أكس تكعيب زائد أي أكس تربيع زائد بي أكس زائد سي ومن ثم إيجاد المشتقة الأولى فتحة للأكس تساوي ثلاثة أكس تربيع زائد اثنين أي أكس زائد بي وبعدها يتم الانتقال إلى المشتقة الثانية ستة أكس زائد اثنين أي وسأبدأ الآن بالتعويض ده أسمع بعض الطلاب يقولوا لي إحنا المدرس مالتنا معلمنا بأن أكتب الأصلية وعوض وبعدين أكتب المشتقة الأولى وعوض بعدين أكتب المشتقة الثانية وعوض صح جدا ماكو مشكلة لكن حتى يكون الحلماتك قصير ومرتب بأن تكمل كل المشتقات اللي تحتاجها حتى تتفرغ للتعويض هسه من أروح للمعادلة الأصلية هسه كل شي رح أسويه رح أخلي علي صح من أروح للمعادلة الأصلية رح أكتب مكان الأف في الثانين وعشرين وعوض مكان كل أكس واحد يعني رح أسوي هذه العملية يعني ش رح يصير عندي هسه اثمين وعشرين تساوي أعوض مكان الأكس واحد رح يصير واحد زائد أي زائد بي زائد سي هذه معادلة رقم واحد تقول لي لا ما أريد أسميها رقم واحد أريد الواحد أحوله إلى الطرف الآخر يلا أسميها رقم واحد ولا يهمك إذن إلغي التسمية رح أقولي هنا واحد وعشرين يساوي أي زائد بي زائد سي هذه معادلة رقم واحد إذن الجزء الأول من الخطة تم تنفيذه زيان وراها أروح للثانية لو للأولى لا للأولى خلي يكون شغلي بالسرع إذن المشتقة الأولى هذه المشتقة الأولى رح أعوض مكان الأف فتحة صفر وعوض مكان كل أكس أربعة يعني ش رح يصير عندي هسه رح يكون صفر يساوي ومكان الأكس رح أعوض أربعة أربعة تربيع ستعاش في ثلاثة إذن هذا رح يصير ثمانية واربعين زائد اثنيا أي في أربعة رح يصير عندي ثمانية أي زائد بي إذن هذه رح أقول عليها معادلة رقم ثانية إذن هسه وين رح أروح هذا الجزء الثاني من الخطة تنفذ إذن بقى عندي الجزء الثالث رح أرجع للمشتقة الثانية أعوض مكانها صفر وعوض مكان الأكس واحد يعني رح يصير عندي صفر تساوي أعوض مكان الأكس واحد يعني معناها ستة زائد اثنيا أي إذن معناها يؤدي إلى اثنيا أي تساوي سالب ستة إذن قيمة الأي تساوي سالب ثلاثة هذه الأي انتهيت من عدها هسه وين رح أعوضها رح أعوضها بالمعادلة رقم اثنيا صفر تساوي صفر تساوي ثمانية واربعين ناقص اربعة وعشرين زائد بي إذن معناها قيمة البيش رح يساوي هذا اربعة وعشرين حوله هنا رح يصير عندي سالب اربعة وعشرين إذن هذه قيمة بي انتهت صار عندي الأي معلومة والبي معلومة إذن اثنيا ناتهم رح أعوضها بالمعادلة رقم واحد إذن رح يصير عندي واحد وعشرين يساوي الأي منوه هو سالب ثلاثة البي منوه هو سالب أربعة وعشرين زائد سي هذا هو سالب ثلاثة وسالب أربعة وعشرين سالب سبعة وعشرين حوله هنا سبعة وعشرين إذن معناها قيمة السي تساوي ثمانية واربعين إذن سؤال وزاري ما موجود نصا من الكتاب ولكن يعد من الأسئلة المنهجية ويمستمرين وياكم والسؤال آخر عام 2019 هذا العام أيضا إجابي الوزاري ما موجود بالكتاب وبنكهة مميزة جدا إذن ابقوا إياي خلي نشوف هذا السؤال عزائي عام 2019 دور أول خارج العراق أيضا كان هذا السؤال والسؤال المهم جدا والجميل جدا ما هو جمال هذا السؤال من سولفنا بالمحاضرات السابقة على منحني في وقته كان أفوف أكس تساوي يمكن أي أكس تكعيب زائد بي أكس تربيع زائد سي وكان عندي مستقيم واي زائد تسعة أكس تساوي ثمانية وعشرين تذكري السؤال وقد يقول لي هذا المنحني يمس المستقيم أو المستقيم يمس المنحني عنده أكس تساوي ثلاثة المهم الصيغة الكلاسيكية اللي موجودة عندي بالمنهج الثوابت دائما موجودة المجاهيل موجودة في معادلة المنحني مو موجودة في معادلة المستقيم كل الأسئلة الوزارية كل الأسئلة المنهجية اللي موجودة بالكتاب ما عندي معادلة مستقيم بي مجهول لكن عام 2019 دور أول خارج العراق رادوا شوي يغيرون بالنمط جعلوا معادلة المنحني خالية من المجاهيل وجعلوا معادلة المستقيم بيها مجاهيل إذن الأمر شوي ينقلب يقول لهذا المنحني وهذا المستقيم متماسان عند نقطة الانقلاب جد قيمتي أيوة بي تنتمي إلى أر زين ش راح أسوي هس بالبداية أريد أعرف نقطة الانقلاب شنو على المود نقطة الانقلاب هي نفسها منه نقطة التماس إذن شلون أحسب نقطة الانقلاب راح أشتق الأولى وبعدين الثانية أساويها بالصفر أطلع قيمة X عوضها بالأصلية أطلع قيمة Y تكون نقطة انقلاب برشحة ما طول دي يقول لي عنده نقطة الانقلاب إذن حتى الاختبار مواجب يعني الاختبار مستحب تقدر تقول لي رأسا هي نقطة انقلاب وتماس خلي نسوي هذا الشغل إذن معناها راح يصير F فتحة للأكس منه 3X تربيع ناقص 6X مشتقة الأربعة الصفر وف فتحة للأكس هذا منه راح يصير 6X ناقص 6 من أساويها بالصفر إذن راح يصير عندي 6X تساوي 6 يعني معناها X تساوي 1 راح أعوضها بالمعادلة الأصلية راح يصير 1 ناقص 3 زائد 4 ويصير اثنيا إذن صارت عندي النقطة واحد اثنيا هذه منه إذن هذه هي نقطة انقلاب وبعد نقطة انقلاب وتماس جيد مني بالسؤال ده يقول لي هذا المنحني والمستقيم متماسان جيد مني يقول لي متماسان يعني إذا أريد أرسم المنحني به الصورة هذه وإذا أريد أرسم المستقيم المماس به الصورة هذه على سبيل المثال يعني هو المنحني موهيش رسمه على سبيل المثال مثلا هنا متماسان هذه نقطة التماس بالبداية نقطة التماس اللي طلعت لي هي واحد اثنيا اللي هي نفس انقلاب تحقق معادلة المستقيم وتحقق معادلة المنحني هذه واحدة اثنيا هذا المنحني من أشتقش يطلع لي إذا أردت هذا أسميه L هذا الأحمر هذا المنحني من أشتقش رح يطلع لي رح يطلع لي ميل ال L وإذا عندي معادلة ال L فإن سالب معامل X على معامل Y هم يطلع لي ميل ال L يعني هذا ميل ال L كم مرة أقدر أحسبه؟ أقدر أحسبه بطريقتين مرة عن طريق المشتقة الأولى للمنحني ومرة عن طريق سالب معامل X على معامل Y أو المشتقة الأولى للمستقيم ما طول دا أتحدث عن نفس الشغلة إذا دولا مساوين هسه عندي معادلة مستقيم شلون أحسب الميل مالتها سالب معامل X على معامل Y عندي معادلة منحني شلون أحسب الميل ماته هو مشتقة أولى وهذه المشتقة الأولى بس عوض قيمة X يطلع لي الميل يعني ش رح أقول هنا رح أقول F فتحة للواحد يساوي هذا الواحد ما نقطة التماس رح يصير عندي 3 ناقص 6 وتساوي سالب 3 إذن هذا شغول عليا إذن هذا يمثل ميل المماس المن إذن هذا ميل المماس المنحني زين رح أرجع للمستقيم شلون أحسب الميل ماته إذن رح أقول ميل المستقيم ما طول الـ X والـ Y بنفس الجهة هو السالب معامل X على معامل Y زين هذا الميل هو نفس هذا الميل إذن شرح أستنتج هسه رح أقول إذن معناها سالب 2 على A يساوي سالب 3 طرفين يساوي وسطين يعني معناها سالب 3 أي تساوي سالب 2 إذن رح أستنتج بأن الأي تساوي 2 على 3 إذن قيمة A أصبحت متوفرة زين بعد نقطة التماس هذه مثل ما هي تحقق معادلة المنحني فهي تحقق شنو؟ معادلة المستقيم رح أعوض مكان الأكس واحد ورح أعوض مكان الـ Y اثنيا ورح أعوض مكان الأي اثنيا على 3 يبقى عندي مجهول يبقى عندي مجهول فقط الـ Y رح أحسب إذن خلينا نعوض سوى إذن إش رح أقول هنا رح أقول بما أن هذه الواحد اثنيا تنتمي المن إذن هذه تنتمي إلى المستقيم يعني معناها تحقق معادلته إذن رح يصير عندي اثنيا زائد الثنيا في واحد اثنيا زين الأي منوة رح يصير اثنيا على ثلاثة في منوة في الـ Y يساوي اثنيا يساوي خمسة زائد ثلاثة بي تقول لي ما ليخلق لتوحيد المقامات أقول لك أضرب المعادلة كلها في ثلاثة إذن هذه المعادلة كلها رح أضربها في ثلاثة إذن هذا صار عندي ستة ثلاثة ويها ثلاثة اختصرتها اثنيا في ثنيا هو أربعة يساوي خمسة في ثلاثة خمسة عش زائد تسعة بي عشرة خمسة عش تروح للطرف الآخر إذن معناها سالب خمسة تساوي تسعة بي إذن معناها البي هذا رح يساوي سالب خمسة على تسعة إذن من الأسئلة المهمة واللطيفة جدا وهذا السؤال يعني يعتبر سؤال خطر نوعا ما ليش؟ لأن أول شيء الفكرة مات تغريبة ثاني شيء رغم هي منهجية ثاني شيء إذا يطلع كسور هذا من ده نجيبه بالامتحان الطالب مندي يشوف كسر قلبي يقوم يلعب إذن ماكو مشكلة إنت ماطول واثق من حلك وإذا تمشي بالطرق الصحيحة فحتى لو يطلع جذر يطلع كسر ماكو مشكلة إذن مستمرين وياكم ومزيد من الأسئلة وصلنا إلى عام 2014 و2016 و2019 منحني أي أكس تكعيب ناقص بي أكس تربيع زاء السي أكس يمتلك نقطة انقلاب وتماس سالب واحد أربعة هسه راح تقول لي راح أشوفك السؤال بعد شوية ما قايل لي هو بالسؤال انقلاب وتماس يقول لي يمتلك نقطة انقلاب سالب واحد أربعة وميل المماس عندها يساوي سالب واحد إذن هذه كلمة عندها يعني معناها هذه النقطة عند يقولي ميل المماس عندها يعني هذه النقطة هي هم انقلاب وهم تماس واضحة إذن سالب واحد أربعة هي انقلاب وتماس عام 2014 و2016 قل لي الميل يساوي سالب واحد عام 2019 نفس السؤال جاب لي بس بدل الميل سوا واحد النتائج راح تكون مختلفة ولكن طريقة الحل راح تبقى نفسها هسا اريد اسألك اثنين زائد اثنين انا متأكد مو كلكم راح يعرفي جاوب اثنين زائد اثنين هسا اغلبكم قال لي أربعة لا انا اقول لك اليوم اصبحت اثنين زائد اثنين تساوي ثلاثة شنو السبب هنا لأنها انقلاب استفيد منها مرتيان شنو هذي المرتيان مرة تحقق معادلة المنحني اللي هو افل السالب واحد شي ساوي يساوي اربعة مرة تحقق معادلة المنحني ومر شنو ومر تحقق مساوات المشتقة الثانية بالصفر ولأنها تماس هم استفيد منها مرتيان شنو هذي المرتيان مرة تحقق معادلة المنحني ومر تحقق مساوات المشتقة الأولى بالميل زين لأن انقلاب استفيد منها مرتيان لأنها تماس استفيد منها مرتيان إذن اثنين زائد اثنين اصصار إذن صار ثلاثة ليه صار ثلاثة لأن هنا اف للسالب واحد يساوي أربعة راح تكرر مرتيان إذن أكتبها مرة واحدة هذه لو كانت فقط انقلاب استفيد منها مرتيان لو كانت فقط تماس استفيد منها مرتيان أما إذا كانت نفس النقطة هي انقلاب وتماس فاثنين زائد اثنين راح أساوي ثلاثة إذن راح أستفيد منها ثلاث مرات لكن إذا كان عندي نقطة هي انقلاب ونقطة أخرى هي تماس إذن اثنين زائد اثنين بذلك الوقت راح يصير أربعة إن شاء الله واضحة إذن شحتاجي هنا للتنفيذ الميل عندي إذا ما عجبه يطيني الميل بالسؤال يعني هذا السؤال إذا أراد يجي 2020 ورها شون يغير لي بالسؤال يقول لي وكان المماس يصنع زاوية مقدارها 135 درجة مع الاتجاه الموجب لمحور الصينات 135 أنت شرح تقول لي راح تقول لي الميل هذا شرح يساوي يساوي تان ثلاثة باي على أربعة ليه ومية وخمسة وثلاثين زين رح أرجع للفصل الأول البي على أربعة خمسة واربعين في تلاثة مية وخمسة وثلاثين بالربع الثاني إشارة التان بالربع الثاني سالبة إذن هذه التلاثة تلغي وتترك مكانة إشارة سالبة إذن رح يصير عندي ويساوي سالب تان باي على أربعة ويساوي سالب واحد يقول لي وكان المماز يصنع زاوية مقدارها خمسة باي على أربعة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات خمسة باي على أربعة راح تكون ربع ثالث وإشارة التان بالربع الثالث سالبة إذن الجواب راح يطلع واحد الميل يساوي واحد بعد شلون ممكن يغير لي بالسؤال ما يقول لي المستقيم أو الميل يساوي سالب واحد يقول لي يمثل مستقيم اكس زائد واي زائد مثلا أربعة يساوي صفر إذن هنا راح تقول لي الميل شي ساوي ساوي سالب معامل اكس على معامل واي يعني سالب واحد على واحد طبعا إذا الطاني نقطة التماس المفروض تحقق المعادلة إذا ما تحقق إذا الطاني نقطة التماس لازم يغير لي هذا العدد بحيث تكون تحقق المعادلة إذن بالتلس سنوات كان من ساهل ويانا واضع الأسئلة الوزارية ونطاني الميل جاهز إذن شاحتاجي هنا للتنفيذ أحتاج معادلة أصلية مرة وأحتاج مشتقة أولى مرة ثانية وأحتاج مشتقة ثانية مرة ثالثة إذن هسا راح أعيد كتابة الأصلية راح أقول أفوف أكس تساوي أي أكس تكعيب ناقص بي أكس تربيع زائد سي أكس وراها راح أشتق الأولى إذن أفتحها للأكس تساوي شنوة ثلاثة أي أكس تربيع ناقص اثنين بي أكس زائد سي وبعدين راح أشتق الثانية أفتحها للأكس تساوي ستة أي أكس ناقص اثنين بي هسا أول ما أبدي بي من أول ما أبدي باعتبار هذه تحقق المعادلة إذن أم كان الأف راح أكتب شنوة راح أكتب أربعة وأم كان الأكس سالب واحد وبعدين أجي هنا أم كان الأفتحة أكتب سالب واحد وأم كان الأكس أكتب سالب واحد وبعدين أم كان المشتق الثانية أكتب صفر وأم كان الأكس أكتب سالب واحد إذن خلي أسوي هذه العملية إذن إش راح يصير عندي هسة أربعة تساوي أم كان الأكس سالب واحد سالب واحد تكعيب سالب واحد في أي هذا رح يصير عندي سالب A سالب 1 تربيع 1 في سالب B رح تبقى عندي سالب B C تنضرب بالسالب 1 رح يصير عندي سالب C إذن هذه معادلة رقم 1 إذن انتهينا من الجزء الأول زين هسه أروح للمشتقة الأولى أم كان المشتقة الأولى رح أكتب الميل يعني لو كان الميل 7 كان أكتب السبعة تساوي إذن رح أكتب سالب 1 تساوي ومكان الأكس أيضا يعوز سالب 1 سالب 1 تربيع 1 في 3A رح يصير عندي 3A سالب 2B في سالب 1 رح يصير عندي 2B هذه السي دي ربالك ما بيها أكس حتى تنضرب إذن تبقى سي على وضعها إذن هذه معادلة رقم 2 قبل ما أروح للمشتقة الثانية دا أشوف ذول شجيلوا وقلهم إذن هنا رح أقول بالجمع يعني سي ناقص سي تساوي صفر إذن شرح يصير عندي هسه 3 تساوي 2A زائد بي هذه معادلة رقم 3 هسه الجزء الأول انتهى التعويض بالمعادلة الأصلية انتهى التعويض بالمشتقة الأولى انتهى إيش بقى عندي التعويض بالمشتقة الثانية إذن إيش رح أسوي هسه أروح للمشتقة الثانية رح أكتب صفر وعوض المكان كل أكس أيضا سالب 1 6A في سالب 1 هذا رح يكون سالب 6A ناقص 2B تبقى على وضعها إذن معناها يؤدي إلى البي تساوي شنو رح أقسم على شقد رح أقسم على 2 وأحول السالب ب للطرف الآخر يصير بي إذن بي هو سالب 3A إذن هذه معادلة رقم 4 وين تعوض تعوض بي 3 هسه شرح يصير عندي 3 تساوي 2A ناقص 3A يعني سالب A تساوي 3 يعني معناها ال-A تساوي شقد سالب 3 إذن قيمة A صارت معلومة رح أعوضها في معادلة رقم 4 يعني معناها ال-B تساوي سالب 3 في سالب 3 رح يصير 9 إذن قيمة ال-A وال-B معلومة أريد استخرج قيمة C رح أعوضها لو 1 لو 2 بكيفك إذا ردت أعوضها في 2 إذن إش رح يصير عندي سالب 1 تساوي 3 في سالب 3 هذا سالب 9 2 في 19 رح يصير هنا رح يصير 18 زائد C بعد سالب 9 زائد 18 9 تعبر للطرف الآخر سالب 9 إذن معناها C تساوي سالب 10 إذن هذه قيم A وال-B وال-C قبل ما أنهي هذا السؤال أريد أنبهك على ملاحظة مهمة جدا جدا إذا قل لك بالسؤال جد قيم عبسي عرف العبسي إذا قل لك جد قيم عبسي جد قيم ABC إذن لهنا انتهى حل السؤال تأخذ درجة كاملة لكن إذا قل لك جد معادلة المنحني وراء ما تستخرج قيم عبسي شو راح تسوي تجي اتعوض الأي وال-B وال-C بمعادلة المنحني يعني هنا راح تقول لي إذن الأفوف X تساوي الأي إذن سالب 3 إذن راح أقول سالب 3 X تكعيب زين ال-B إذن راح أقول ناقص 9 X تربيع وال-C طلع السالب 10 إذن أقول سالب 10 X لأن هو طلاب ما ينتبه عليه الصيغة ما السؤال وبالتالي حرامات يخسر درجة إن شاء الله تكون الفكرة واضحة ومستمرين وياكم أعزائي حياكم الله سؤال إن شاء الله يكون وزاري ومرة من المرات جبت في أحد الامتحانات الشهرية ولكن كانت الصيغة غريبة نوعا ما السؤال إذا كان F يساوي A X تكعيب زائد B X تربيع ناقص 9 X وكان ما وعني وكان F مدى 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 استيعاب الطلاب للخطة ويقدر يرجعها لو ما يقدر يرجعها رغم أني مطيت عليها درجات هواية بس ردت أشوف مدى استيعاب الطلاب يعني قلت لهم اختر صيغة لفظية مناسبة لهذه الخطة ثم يجد قيمتي أيوة بي إذن بعض الطلاب تمكن من إيجاد صيغة لفظية صحيحة لكن البعض الآخر أخطأ قال لي السالب 1 5 نقطة حرجة قلت لا هذه لو كانت نقطة حرجة فهي بها شغلت تحقق معادلة المنحني من جهة وتحقق مساواة المشتقل أولى بالصفر زي أن المشتقل أولا ما عوضت السالب 1 عوضت الثلاثة إذن اللي قال نقطة حرجة اللي قال نقطة انقلاب اللي قال نقطة تماس متوحم زي اللي قال لي مجد إذا كانت F of X تساوي هذه وكانت سالب 1 5 تنتمي إليه قلت له إيه عاش شيدك صح لأن إحنا أخذنا الملاحظة رقم 9 تقول إذا مر المنحني بنقطة فإنها تحقق معادلت فقط يعني ما لعلاقة لا مشتق ولا ولا مشتقة ثانية يعني هذه النقطة هي مو تمر وحرجة ولا انقلاب ولا تماس فقط يمر إذن معناها النقطة سالب 1 5 تنتمي إليه هذه انتهينا منها بعد الفتحة للتلاثة تساوي صفر إذن الصيغة اللفظية المناسبة لهذا الجزء الصيغة اللفظية الأخرى الملائمة لهذا الجزء وكان للدال نقطة تماس عندما X تساوي 3 وكان المماس عندها يوازي محور السينات لأن احنا ما أخذين ملاحظة إذا كان المماس يوازي محور السينات فإن الميل يساوي صفر ومساوات المشتقة الأولى بالميل والميل هو صفر إذن هذا الجزء الأول الجزء الثاني شلون أستخرج قيمة الأي والبي أحتاج معادلة أصلية وأحتاج مشتقة أولى إذن خلي أروح وياكم أكتب المعادلة الأصلية مرة ثانية إذن معناها الأفوف X تساوي أي X تكعيب زائد B X تربيع ناقص 9X ورح أروح إلى المشتقة الأولى F فتح للX ده شوف 3 A X تربيع زائد 2 B X ناقص 9 إذن إذن رح أروح للمعادلة الأصلية مرة رح أكتب مكان F X 5 تساوي وبعدين رح أروح للمشتقة الأولى مرة أخرى رح أكتب مكان F ساوي 0 وبالحال تين أعوض مكان X تش قيد مرة أعوض مكان X سالب واحد بالنسبة الأصلية ومرة أعوض مكان X 3 بالنسبة للمشتقة الأولى إذن سالب واحد تكعيب سالب واحد إذن هذا ناقص A بعد زائد B وهنا رح تكون زائد 9 لها السالب 9 في سالب 1 التسعة أحولها إلى الطرف الآخر رح يصير عندي سالب 4 تساوي سالب A زائد B إذن هذه معادلة رقم 2 أريد أحلها بالحذف أو التعويض إذا ردت بالتعويض رح أجي على المعادلة رقم 1 لو أقول A تساوي لو أقول B تساوي يعني إيش رح يصير هنا رح أقول يؤدي إلى B تساوي هذا السالب A يعبر هنا صار A إذن معناها A ناقص 4 هذه المعادلة رقم 3 وتعوض في 2 حس ومكان B رح عوض A ناقص 4 إذن معناها 0 تساوي 9 A زائد 2 في A ناقص 4 ناقص 3 تساوي 0 0 تساوي 9 A زائد 2 A ناقص 8 ناقص 3 يساوي 0 إذن هنا عفوان يساوي 0 مرة واحدة موجودة إذن هذا لأن كتب الصفر يساوي بعد ما كدها يعيدها إذن إش رح يصير عندي الس 9 A و 2 A 11 A سالب 3 وسالب 8 سالب 11 تعبر هناك تصير 11 يعني معناها 9 أو هناك عفوان 11 A رح يصير عندي 11 A تساوي 11 يعني معناها قيمة A تساوي 1 هو إش يريد مني بالسؤال داي يقول لي جد قيمتي أيوة B تنتمي إلى R إذن هذه الواحد رح عوضها بالمعادلة رقم 3 إذن معناها ال B تساوي 1 ناقص 4 سالب 3 إذن انتهى هذا الجزء رح يكون عودة إلى الموزابوك حتى نشوف الحلول المطبوعة لهذه الأسئلة وانتظرني بالجزء اللاحق إن شاء الله ومزيد من الأسئلة الشاملة إذن أعزائي كان لنا وقفة مع الأسئلة التي ستعرض الآن من خلال الشرح التفصيلي وسأعلن أو أعرض على حضاراتكم الحل المطبوعة الكامل لهذه الأسئلة إذن سؤال 2019 تمهيدي ممكن أن تلتقط صورة لهذا السؤال من الأسئلة المهمة جدا وكذلك تم التطرق إلى سؤال 2019 تطبيقي خارج العراق وأيضا من الأسئلة المهمة لأن المجاهل كانت في معادلة المستقيم وليس في معادلة المنحني وكان لنا وقف مع مجموعة من الأسئلة الشاملة كان السؤال الأول هذا اللي أمامكم لاحظ أن النقطة نقطة الانقلاب وهي نفسها نقطة التماس إذن أستفيد منها مرتيا والسؤال جاي بالوزاري لأكثر من مرة والفرق فقط ميل المماس مكان ما هو واحد أو سالب واحد قال ميل المماس يساوي واحد وتم التطرق أيضا إلى السؤال التالي وكان هذا كل ما موجود بالنسبة للمحاضرة الثامنة سيكون لنا لقاء آخر والمحاضرة التاسعة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر